ام منادة تتفضل مساء النور ازاي حضرتك يا فامد نعمل ايه فضل ونعمل الحمد لله ازاي حضرتك يا دكتور احنا فخورين بحضرتك الله الله يرضى عنك ويبارك فيك احنا فخورين بك وبرنامج الرائع ده وكالترخيرك يعود لك في ميزان حسناتك يا رب ويجعله ده في ميزان حسناتنا جميعا ان شاء الله ويبقى البرنامج كده واللقاءات بتاعتنا وكلامنا بقى برنامج جميل وهادف وبتنصح الازواج والزوجات وربنا يبارك لك يا رب ان شاء الله ربنا يجعلنا هالحال ده واتنبقى يأتي البرنامج ده وتشاهد لنا يوم القيامة ليه ولكم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله انا بستأذن حضرتك تفضل ممكن اقولك بقى مشكلتي انا ايه اتفضل يا مونادة انا دلوقتي جزفينتي منحة انها تيجي عندي وبقالها يعني من شهر ثمانية من السنة دي السنة اللي فاتت يعني احنا دلوقتي وانا تعباني انا تعباني انا ست عندي سبعين سنة ومريضة ويمنح عني ومنع عني احفاتي ثلاث سنين ثلاث سنين وبشوفهمت وانا اعمل ايه وما عملنا له حاجة وما عملنا له حاجة انا 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 سنت بصلي وعارضة منه سنه ايه يا مونادة سنه ايه اه هو اكبر منها باربعة تارسر سنة سنه كم؟ سنه حاجة واربعين سنة خلطة واربعين تلاثة واربعين كده أنات انا انا معملنا له جي حاجة ما انتوا معملتونة وأنا رأ cualده وابده عايز بس بس وقلت له خلي ابنك يتق الياب بنتي واضربها ويغنى ويجتمع يجتمع باهلا أنا اقولك الحكاية انا اقولك الحكاية يا مونادة هادي بلك بس وإحنا متعلمين ورقيين طيب ومتربيين إيه يعمل فينا كده هقولك ليه بس دلوقتي تعالي صلى على النبي بس وهدي بالك وأنا هدعيلك إن ربنا يصلح الحال بس أنا هقولك الإسراء هقولك إيه أولاً اللي أنت بتعمله ده يا سيدي العزيز أنا بكلم دلوقتي زوج بنت أمه نادا اللي أنت بتعمله ده حرام لا يجوز لك إن أنت تمنع امرأة عن زيارة أمها لأن أنت كده بتمنعها من طاعة ولا يجوز من طاعة هل يجوز إن الرجل يمنع امرأته من الصلاة لا حرام لا يجوز للرجل أن يمنع امرأته من بر الولدين خلصنا خلصنا أنا مش عايز أقولك إن القانون منظم الكلام ده يعني إيه لو راحت للقاضي وقالت له يا قاضي المسلمين الرجل ده ما بيودينيش لأمه هيحكم عليك إن أنت توديها لأمه لأمه ده مش حقك يا ابني أنت بتتلاعب بشرع الله أما أنت بقى يا منادة بتسأليني كده ليه عشان جوزتوا بنتكم لحد أجمل منها 14 سنة فهو شايف إن هو عيلتها شايف إن هو أبوها وأمها شايف إن هو ملكها فهو عيلتها هو أبوها اللي ربيها يقول لها تعملي إيه وما تعمليش إيه فهي طبعا شخصية مستقلة أنت بتقول ليه ما أنا كل كلمة بيقولها أي حد من أحباب المشاهدين أنا بخطة أحللة أنا أجب تعريشات زواجي فأنا كل كلمة بتتقال بتتحط في التحليل فأنت لما قلت إحنا ناس متعلمين فابنتك مستقلة فهو جاي الوحدة بيقول لها أنا أبوكك وأنا أملكك وأنا ربيك وأنا أخذك وتبقى إيه بقى؟ تبقى بدل عندهم أولاد وهم اتجوزها فالأولاد ديت إيه اللي حاصل؟ فهو دلوقتي هو ملكها فعايز يربيها وهو اتجوزها أصغر منه عشان إيه اللي حاصل؟ يربيها على أدية فهو بيعتبرها إيه؟ انت بتقول لي منع أحفادي بقالي ثلاث سنين يعني بمعادلة بسيطة هم متجوزين بقاله مع عشرة سنين مثلا فإن اللي حاصل؟ فهي بنتك متجوزة وهي عندها كذا وعشرين سنة فهو أخذها أصغر منه عشان يربيها على أدية فهو دلوقتي بييربيها بييربيها أن ولأها وانتماءها يكون ليه هو يا جماعة والله دي علاقات كده إحنا علاقة حب التملك دي علاقة مسمومة إحنا عبيد لله إن أنت تفضل طول حياتك كل همك إن الست دي ما تعرفش حدي تاني غيرك طبعا ربنا هيسألك هيسألك عن شرعه اللي أنت بتبطله عن قلبها اللي أنت بتكسره عن ولادك اللي أنت بتشوههم وتقطع جزرهم فعشان كده مش ينفع عشان كده لازم تتقي الله سبحانه وتعالى واللي أنت بتعمله دات ما يصحش وما يرضيش ربنا ترجمة نانسي قنقر